خد كل اللي حلتي وأهني وقلل مني في الآخر قالي لنكادية ومهملة علشان يكون لي مبرر لخيات دولية ولما قررت أنفصل سوا مني وأنا ماستهلش منه كده لمدة 22 سنة زوجة زي ما بيقولوا كده طفحت الكيل من جزها ولما جابت آخرها قررت أنفصل وتطلب تعويض عن سنين العمر اللي شافتها معاه وقفت قدام القاضي في محكمة الأسرة وحكيت قصتها وهي منهارة بتتحصر على حلها اللي فيه زيها كتير وما يعرفوش لا ياخدوا حق ولا باطل من أزوجهم فتعالوا نشوف الزوجة دي بقى بتحكي الزوجة عشت معايا سيادة القاضي 22 سنة 22 سنة منهم 14 سنة محرومة أني أكون أم علشان عنده مشكلة طبية وبقيت أصبر نفسي وقول خليكي أصيلة وإفرضي كنتي مكانه ترضي عيرك ولا يتفصل عنك ويتجوز عليكي معلش بكرة تتعدل وربنا يرزقك مش مهم العيال المهم هو يكون كويس معايا لا كان كويس معايا ولا في عيال وقلت أيام بقضيها وخلاص فقدت الأمل لكن يا شاء ربنا بعد 14 سنة أحمل وأجيب توقم ما كنتش مصدقة نفسي وقلبي كان هيوقف من الفرحة وقلت الدنيا هتتحك لي لكن للأسف ما حصلش بالعكس معاملته لي سائت أكتر وعرف علي ستات كتير وفي العلن كمان واللي بنا ما بقاش ينفع يتصلح يا رتها جت على كده يا سيادة القضي لكن أنا اعتبرته فرق الحياة لأنه رفض كمان يصرف علي أنا وولاته وبقى بيهددني بيهم أني لو سبته مش هشوف ضفر عيل منهم اللي خلاني استحملته وهو ما بيخلفش شربت منه المر ومن زمان بعد ما ربنا رزقني بحتة مني أفرط فيهم وأشتري نفسي أنا نسيت نفسي من زمان وقررت عيش علشان ولادي وبس استحملت إهانته لدرجة أنه وصل بيه لحال الضرب في الليل والنهار ومساكي من إيدي اللي بتوجعني اللي هم أولادي هو كان بيحاول يزهقني علشان لما أطلب الانفصال أكون جبت آخر تنازل عن كل حقوق الشرعية اللي في المين يعني أوصل لمرحلة مش عايزة أي حاجة منك بس اتطلقني ويسيبني في حالي لكن أنا كنت فهمة وعرفة خطته واستحملت علشان يقلب الترابيز علي ويقلل من ثقة في نفسي ويجيب العيب فيها اتهمني أني كدية ومهملة ومش دي أي زوجة مع زوجها بقتت دي معظم وقت الأولادي وكبرت دماغي من ناحيته خالص لكن هو ما سكتش وظهرت نيته وظهرت نيته ناحيتي وقال لي عايزة تنفصلي لازم تتنازلي عن كل حقوقك وإن لها خليك كده متعلقة لا منك بتجوزة ولا منفصلة زي البيت الوقف طول الـ 22 سنة كنت بعمل حساب العشرة والعيال ولكن العيال كده كده أنا اللي بربيهم وهو ما يعرفش عنهم حاجة فكفاية كده ولازم ياخد حق بالقانون وفعلاً وفي أسرع وقت قررت الزوجة تنفصل وتحتفظ بحقوقها ورفعت قضية بالتعويض اللي سببوا ليها بمليون وسبعمائة ألف وكان معاها كل اللي يثبت كلامها من التقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات اللي تثبت خيانته حالات كتير زيها مالية محكمة الأسرة بقضايا وتفاصيل توجع القلب زي الحالة دي وأكتر وإحنا بنعرض الحالات دي عشان لو بتمر بنفس الظروف ما تسكتيش وما تخفيش على خراب البيت لأنك لو استمرتي في العيشة دي البيت كده كده خربان اشتري نفسك وعززي أولادك وربيهم زي ما نفسك تشفيهم وبعيد بيهم في بيئة بعيدة كل البعد عن المشاكل وطبعاً القانون قدى للمطلقة نفقة العدة اللي بتقدر بنفقة ثلاث شهور من النفقة الشهرية والقانون أوجب على تمكين الحضنة من مسكن الزوجة أو أجر مسكن في الحضانة وداها لحد سن الخمستاشر للذكر والسبعتاشر للأنثة ونصة المادة ستة من قانون الأحوال الشخصية اللي بيلزم الزوج بتوفير مسكن للزوجة في مقابل الطاعة من قبل الزوجة قولوا لنا رأيكم في القصة دي شايفين إن هي صح؟ ولا كانت تستحمل وتعيش؟